قال السيد دريس لشجر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن انتخابات ثامن شتنبر تعد تجسيداً لتناوب جديد بأفق ديمقراطي اجتماعي والذي سيشكل قاعدة عمل الحزب مع الفاعلين السياسيين في القادم من الأيام وأكد السيد لشجر أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تؤكد الوعي التام للمغاربة بأهمية هذه الاستحقاقات بالتحديات المرتبطة بها المشاركة أكدت أننا أمة واعية ثانياً المشاركة تعطي حجم حقيقي للمؤسسات تردها على قوتها اليوم حجم المساهبين في سلطة القرار هو أغلبية الشعب المغربي شيء الأقل وحل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الاستحقاقات الانتخابية في المرتبة الرابعة بحصوله على 35 مقعداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر